السلام عليكم أنا أحمد أبوبكر Game Development Instructor في S.E. دبي Unified Expert و Co-Founder of CanDo Studio VR الفيديو ده هيكون مقدمة عن مجال تطوير الألعاب أو Game Development إيه المهارات المطلوبة منك عشان تكون Game Developer Shutter وإيه الرؤولز المختلفة اللي ممكن تشتغل فيها في شركات تطوير الألعاب سواء كانت صغيرة كبيرة أو متوسطة Game Development هو أحد فروع الـ Software Development لكن الجيمز تختلف في حاجات كتير عن أي سوفتوير تاني واحد من الاختلافات دي إنها تعتبر Real-Time Application وده معناه إن الأداء والسرعة بتاعت اللعبة من الحاجات اللي بتأثر في الإكسپيريينس العامة اللي بيحصل عليها عشان كده مهم جدا إن كود اللعبة يكون ويستغل كل الرسورس الخاصة بـ Platform اللي بتشتغل عليك جيم بأفضل شكل ممكن تطوير الألعاب هو في الأول والآخر زي أي مجال من مجالات البرمجة وده معناه إن فيه مهارات كتير مشتركة ما بين تطوير الألعاب والمجالات التانية أول حاجة محتاجة تتعلمها هي أسات البرمجة وهنا أنت محتاج تكون فاهم Object-oriented programming والdesign better عشان تنظيم الكود بشكل صح حاجة مهمة جدا في برمجة الألعاب وده لأ إن أغلب الألعاب بتكون مشاريع كبيرة والتغيير فيها بيكون كتير ساعات بتوصل إن التغيير بيحصل بعد أول playtesting للجيم غير التنظيم والتزامك بالرولز باعت الكليين كود مهم برضو إن كل حاجة بتعملها تكون efficient على مستوى كل resources وده لأ إن الجيمز تعتبر Real-Time Application والكود بتاعك بيشتغل ويتنفذ أكتر من 60 مرة في الثانية وأي دليل مهما كان صغير مش مقبول عشان بيأثر على user experience على عكس تخصوصات تانية كتير في البرمجة أغلب الجيم انجين والفريمورس بتكون شغالة في C-Sharp, C++ أو Javascript وبعض التول تدعيك options انك تشتغل بحاجة اسمها Visual Script بس ده مش مهم مش مهم تركز في اللغة المهم انك تتعلم البرمجة كconcept ومن أحسن الأماكن اللي ممكن تبدأ منها أسيات البرمجة هو كورس CS50 وده كورس في موجود على منصة EDX تاني حاجة محتاجها هي مهارة حل المشكلات ودي بيحتاجها كل software developers مش game developers بس وبتظهر أهميتها بشكل كبير مع الجيم وده لطبيعة برمجة الألعاب وإن احنا بنحاول نلاقي الحلول بتاعت أغلب المشاكل تكون efficient مش بس تكون حلول شغالة وخلاص الطريقة الأفضل لتعلم problem solving هي الممارسة وإن كان في كتب وكورسات ممكن تتعلم منها لكن هتفضل الممارسة والتدريب هي الأهم وده لأنه بيحط لك اللي challenges بتاعت ال problem solving في شكل جيم فبيخليها أقرب للجيم development شوية برضه في مواقع تانية كتير كويسة زي top coders وهاكل rank وغيرها وممكن برضه تبدأ تخش مسابقات problem solving زي جوجل code jam أو top coders single round match تالت حاجة محتاج تتعلمها هي الرياضيات لأن معظم المشاكل اللي بتوجهنا في برمجة الألعاب هي مشاكل بتتحلب معرفتك برياضيات ودي تعتبر من أهم الحاجات اللي انت محتاج تتعلمها وهنا مش بتكلم على مبادئ الرياضية معقدة أغلب الحاجة اللي انت محتاجها هو اللي انت تتعلمت لغاية مستوى سنوي لكن المهم انك تتعلم ازاي تبرمج الرياضيات دي أهم حاجة محتاج تتعلمها هي حساب المسلسات الفيكتورز وبدئات اللينير الارجبرا بس كل ما تتعمك أكتر ده بيكون أحسن لأن بعض التخصصات التانية بتطلب منك معرفة أكتر في مواضيع أخرى وحسب شغلك والتخصص اللي انت هتختاره محتاج تعرف حاجات أكتر زي مثلا المتريسيز أو المتريسيز مثال على كده لو انت مثلا بتعمل عشان تعرف إذا كان الانيمي داخل في المجال بتاع البورج ولا لأ فانت محتاج تحسب المسافة اللي ما بين البورج والانيمي وتقارنها بنص كتر مجال البورج وبعد ما تتأكد ان الانيمي داخل جوه المجال هاتما محتاج تحسب الزاوية اللي التطور المفروض يلفها عشان يقب يواجه الانيمي ويبدأ يهاجمه ممكن تبدأ انك تفتكر الرياضيات اللي انت درستها وتحاول تطبقها في كود لو انت فاكر كل حاجة ممكن تبدأ مع شانل زي كود انماث ودي قناعة على اليوتيوب بتشرح الماسيماتيكس بس بتطبقه في الكود بشكل مباشر لو لقيت ان الموضوع صعب عليك في اي كونسب من الكنسب سعة الماسيماتيكس اتفرج على الكورس اللي بيشرح الموضوع ده على خانقة كده رابع حاجة محتاج تتعلمها هي الفيزيكس لان في معظم الجيم بيكون فيه فيزيك سيميوليشن بشكل او باخر وطبعا لو انت بتصادم جيم انجن فهو هيهندل الجزء ده بالنيابة عنك واحنا هنتكلم كده كده عن الانجن بالتفصيل قدامه بس معرفتك بأسيات نيوتن فيزيكس زي معادلات الحركة والتصادم ده يخليك تصادم الانجن بشكل افضل ويساعدك انك تعمل البيهيفيرز اللي انت بتحاول توصلها واحيانا بتضطر انك تعمل قوانين فيزياء خاصة بلعبتك يعني مثلا لو بتعمل لعبة زي انجري بيردز فحتى لو انت بتعملها بالستدام الانجن معرفتك لقواعد الفيزيكس هتخليك تقدر تعمل لها بشكل مظبوط وهيخليك تقدر تحسب مثلا المسار اللي البيردز هتمشي فيه او لاحنا نسميها البردكشن باس حسب الزاوية والقوة البلاير حددها من قبل حتى ما الانجن يبدأ اعمل سيميليشن الفيجولز من اهم معوامل نجاح الالعاب وعشان نطلع افضل فيجولز ممكنة فغالبا الرندرينج بيحصل على مستوى الجي بيو وده بيحصل حتى لو كانت اللعبة معمولة للموبايل او حتى لو كانت لعبة تودي ومن هنا بتظهر اهمية انك تعلم بكميوتر جرافيكس وتعرف ازاي عملية الرندرينج بتحصل طبعا لو انت بتعمل اللعبة بجيم انجن فانت مش هتحتاج تعرف كل تفاصيل عملية الرندرينج لان الانجن هيقوم بالمهمة دي بدون تدخل كبير منها ولكن فهمك للرندرينج بيحصل ازاي مهم جدا عشان تقدر تطلع اللعبة بافضل او انك تعمل افكت خاصة مختلفة عن الديفولت بيهيفير الانجن بيعمله يعني مثلا في الصورة دي من لعبة لجند وزلدة بريسوف زوايل الطريقة اللي الدق بيأثر بيها على الكاركتر وشكل الريفليكشن من على شعره مختلف عن الطريقة التقليدية وعشان نوصل لأفكت زاي ده فاللالانجن بيدهولنا بيكون مش كفاية ومن احسن الريسورس اللي ممكن تتعلم منها كمبيوتر جرافيكس موقع learnopengl.com الموقع ده بيعلمك الكمبيوتر جرافيكس باستخدام الopengl وبيبدأ من الاساسيات لغاية ما بيوصل لبعض التكنيكس المتقدمة نسبيا ومن افضل الكتب اللي ممكن تتعلم منها كتاب interactive computer graphics a top down approach وده بيعلمك اساسيات الكمبيوتر جرافيكس وكمان في مجموعة كتب جي بي و جيمز اللي بتقدمها انفيديا اللي حاليا كلها بقت متاحة وانلاين بابلاش وده هتلاقي فيها مواضيع متخصصة جدا ومتقدمة الى حد كبير فبالتالي منصحش بيها كبداية لكن مفيدة قوي لو حد عاوز تتعمك في المجان الجيم انجين هو مجرد تجميع لكل التولز اللي ممكن تحتاجها عشان تطور لعبة في باكتش كبيرة يعني مثلا بدل ما تكتب كود عشان تقرس 3D assets وتعمل لها import او انك تعمل animation system بتاعك او ال physics engine والاودي انجين او حتى انك تعمل rendering engine وحاجات تانية كتير الجيم انجين جمع لك كل دول في باكتش واحدة سهل جدا ان تستخدمها وده بيساعدك انك تركز في الجيم بتاعتك يعني بدل ما تقعد تعمل ده كله من الاول وتضيع وقت فيه انت هتستغل الوقت انك تعمل جيم بشكل افضل فيه انجين كتير موجودة وغالبا موجودة بكل لغات البرماغة اللي انت محتاجها وبتطلع لكل بلاكفومس بس الاكثر انتشارا والاسهل استخداما هما ويونيتي 3D انريل انجين وغدو بنصحك انك تأجل تتعلم الانجين للاخر خلص عشان انت محتاج تتعلم الاساسيات اللي قلنا عليها الاول وده هيقدر يخليك تتعلم الانجين بشكل افضل واسرع واسهل في مجالة جيم ديفلوبمنت بيكون عندنا اكتر من رول او اكتر من جوب تايتل البروجرامر ممكن يشتغل فيه وده بيختلف حسب حجم الشركة او حسب حجم التيم يعني مثلا في الشركات الصغيرة بيكون عندنا حاجة اسمها جينراليست جيم بروجرامر وفي الحالة دي هو بيشتغل في كل اجزاء اللعبة سواء كانت UI, Gameplay, AI او حتى Backend وفي الحالة دي الشركة بتسمي البوزيشن باسم التكنولوجي اللي بيستخدمها يعني مثلا يونيتي جيم ديفلوبر انريل جيم ديفلوبر سي بلاس 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 بروغرامر وهاكذا اما لو كان التيم كبير شوية فكل واحد بيكون لي رول مختلف بيشتغل عليه مثلا جيم بلاي بروجرامر وده دوره ان يبرمج الاكشنز اللي بتحصل في الجيم يعني مثلا الكونترولز او اللوجيك بتاع الجيم نفسها وهو اللي بيعمل بوليش لكل حاجة في الجيم الدور ده مهم جدا لانه بيكون مسؤول عن الحاجات البلاير بيتعامل معها فده بيخليه لازم الشغل بتاعه يكون مفوش اي مشاكل ملحوظة لو انت عاوز يكون ده تخصصك فممكن تبدأ انك تشوف الوفيشيل توتوريالز تحت الانجين اللي انت هتختاره ولو عاوز تثبت مهارتك ممكن تقدم على الانجين اللي انت اختارته بيقدمها لو هي متاحة يعني مثلا يونيتي بتقدم سرتيفكتز هتلاقيها في اللينك اللي هنا ده وفي دور الاي بروجرامر اللي بيكون موجود غالبا في الشركات الكبيرة وده بيكون دوره ان يبرمج الانبيسيز اللي البلاير هيتعامل معاه سواء كانت معاه او ضده دوره بس مش انه هو يخلي الكاركتر زي تحرك وتصرف بزكاء لكن انه هو يكون تصرفهم ممتع لبلاير لدرجة انه احيانا بيخلي الاي اي يتصرف بطريقة غلط كجزء من الدزاين ومن الحاجات المهمة جدا الاي بروجرامر يكون متمكن منها هي الماثيماتيكس البروبلم سولفينج زاد انه مهم جدا يكون عنده دراية بالالجوريزمز اللي تستخدم في تحديد البيهيبيوز ومن الرولز التاني اللي موجودة في الشركات الكبيرة هو رول الاي بروجرامر وده هو بيبرمج اي حاجة لها علاقة باليوزر انترفيس والتايتل ده بيكون مطلوب مني يكون عنده دراية باليوكس رولز والبست براكتسيس بتايتها رول تاني من الرولز الموجودة في الشركات المتوسطة وكبيرة هو رول الجرافيكس انجينير الدور ده بيركز على الإفشينسي وان اللعبة يكون شكلها كويس طبعا الجيم انجين بتسهل جدا الشغل من غير الدور ده بالذات لو كانت اللعبة معمولة بشكل تقليدي او ان الرندريج مفوش اي حاجة مختلفة بس بيظهر اهمية الدور ده لما يكون بتحاول تعمل شكل مختلف عن التقليدي او بتعمل حاجة صعبة تشتغل بالإنجين مقدمه الشخص ده مهم يكون عنده معرفة متقدمة بالجرافيكس بروغرامنج 3D ماثيماتيكس والرندرين تيكنيكس ومن الكتب المفيدة في المجال ده هو كتاب جي بيو جيمس اخر رول هتكلم عنه هو رول التولز بروغرامر وده من الادوار الاتباع موجودة في الشركات المتوسطة والكبيرة وظفته انه هو بيعمل تولز التيمز المختلفة تشتغل عليهم مش بيسمح بحاجات معينة تكون في نفس المكان او انه هو يعمل لهم تولز تستخدم انهم يعملوا أسد جوه الإنجين او يعمل لهم حاجات تانية كتير الشخص ده مهم يكون عنده مستوى متقدم من المهارات اللي اتكلمنا عنها زاد انه محتاج يعرف عن الـ UX والجيم بلي بروغرامر والطريقة للإنجين بيشتغل بيها الـ resources اللي ممكن تلاقيها هنا تختلف حسب الإنجين انت تشتغل بي واحسن مكان ممكن تتعلم منه هو الـ documentation بتاع الإنجين اللي انت اخترته تقدر تتابع اخر طورات مجال الـ game development من الـ subredd بتاعت الـ game dev اللي هي slash r game dev او البلوغز المختلفة بتاعت الـ engines او مؤتمرات زي gdc او cgraph او social networks المختلفة اللي بتتكلم في الموضوع ده لو انت عاوز تحسن مهاراتك وتخل تجربة عمل لعبة كاملة بكل خطواتها في وقت قصير انصحك تشارك في الـ game jams اللي فيها ممكن تعرف على ناس مهتمة بالمجال وتقدر تشارك معهم خبراتك وتتعلموا مع بعض ومن اشهر واهم الـ game jams هو الـ global game jams واللودوم داري وفي مجموعة game jams كتيرة جدا هتلاقيهم موجودين على الـ h.io في اللينك ده اخيرا معهد ITI بيقدم منحة التسعة شهور في تخصصات مختلفة منها game development فلو انت بتنطبك عليك شروط الالتحاق بالمعهد انصحك انك تنضم لي لانه هيدرسك كل الحاجات اللي احنا تتكلمنا عنها بشكل منظم ومرتب وهتدر في اخر منحة بتعمل مشروع لعبة كاملة جاهزة للـ publishing اشتركوا في القناة